شاف بورسعيد مصدر إلهام لأنه عاشه كبر فيها بقى له خيال صافي ووجدان من لون سماها ومبانية أستاذ خضير جوا فنان رسم الخطوط العربية كتب حكاوي أهاوي زمان وسهر ليالي الحلمية الشهد غرقان في دموعه وكل ده بقدي مخطوط أعمال وعيشة مبين الناس مهما الزمان بالعمر يفوت أستاذ خضير خضير بيه البورسعيد نحن في حضرة التاريخ صح؟ صح؟ وبعدين حضرتك غاوي الاحتفاظ بالتاريخ بورسعيد عندي هي كل حاجة بورسعيد عشان كده خضير البورسعيد عشان كده خضير البورسعيد وما فيش لموسعد ولا مصطفى كله خضير البورسعيد نقيت الكنية نقيت انت من فان زي بتوع زمان وجيت هنا عشان هنا زي بورسعيد الحتة دي؟ اه الحتة دي الناس فيها زي بورسعيد اشمعنا اشمعنا وكده ورمضان برضه نفس الحكاية اشمعنا حاسس ان احنا في الجمالية مش كده كنا في الدمغة والموازين اهيوه اهيوه اشمعنا الحتة دي زي بورسعيد كان فيه مطبعة انا عايز منها كتاب خط فا ودف من العتبة ودوني السبتية بيقولونه رؤي كده ومش عارفين بيدين له غلط قدس تمام انا لما جيت هنا عند الحسين وقالوله الحسين فيه واحد شديني كده وجبني ان غادت هنا فحستهم قطيب حست اطيب اه ومتعة وليس وكويسون وفعلا الناس هنا مبروكة من الحسين أولاً مبروكة، ثانياً أحياء قديمة تعرف كل واحد ليه مسكة، تعرف أبوه، تعرف جده صح، وبعدين جاء على فكرة ده اللي أنا أقدر أعيش فيه من الآيات الكورانية والحديات اللي أنا بكتبها بحاجات روحانية صحيح أنت كتبت أول حاجة عندك ست سنين؟ أه كتبت إيه؟ كتبت من يتعاون مع الاستعمار له الموت له الموت؟ أه مش عايز حدي يروح يشتغل عندهم في القرنس هم كان المعسكرات موجودة تعديلهم من سكة واحدة الشارع ده كل الموظفين رايحين عندهم إحنا أطفال سدقولة ابتدائي نتلام بالطوب ونضرب دولة وتضربوهم، هم رايحين يشتغلوا في القرنس بقى يجي أخدنا البوليس وحطونا في السجن وعسل كان كلهم يجروا عندما في الجنش يروح أول واحد جايبني ست سنين؟ بقى يجريش خالص بقى يروحوا واخدني عاطبتني في السجن ويروح والدي خلصني بعد كده ياخدوا قلدي فقلنا لا احنا نكتب بقى على الحطاب وفكرنا فيها وكده الكتاب عادية خالص مكتبالي كده بس شفت الصورة وانت صغير كده عندك اتناشر سنة بتكتب حاجة ده دي كنت خلاص كنت كبيرت بقى كنت فتحت مكتب وسغلت وانت عندك اتناشر سنة؟ لا لا وانا عند ثمان سنين للمكتب فتحت مكتب وانت عندك ثمان سنين قالوا صاحبك دي يا ابني قالوا صاحب زميلي زميلي بتانية بتدائي؟ قالوا اه احد غادرته قالوا طب هتقولي ممكن تقولوا انت جاي من المدرسة فقابني قال لي انت يا بابا تعرف تطلع السلة وتكتب الياف تنيا صحيح يا بابا تعرف تتطلع السلة قلت له اه اختيبها قال لي طب هتكتب ايه هتكتبها ازاي واتتتب لهم ودقى ابن محمد قالوا انا شوفت انا هكتب محمد معاك وبالبويع الحمرة هي بيضة هكتب محمد وانت واقف اكمل ولا مكملش ومش حعجبك معاك اجهاز وخوتها مساحة وهتسلمها متوسط قوي وبعدين اه قلت له ايه اكمل بقيت وتحت قد تكمل ايه المحل يتعرف من غير ما تكمل بصورت لقيت الناس كده قفلين السكة قفلين السكة قفلين السكة طب و جيت مصر إمتى بقى؟ أنا جيت مصر في سنة واحد والستين على الجيش على الجيش؟ أه و روحت في كتم أسرار حتة كويسة يعني على الشارع أكيد أن أنت بقى خطتك حلوك؟ أيوة أم بقيت أكتب للقادة وبقيت أكتب النياشين والأنواط والحاجات دي كلها عملت كل ده؟ عملت كل الحاجات دي بعد جاء استقريت بقى في القاهرة وبعدين وأنا في الجيش جيت فتحت محل في الوش هنا هنا في الجمالية؟ أه أه و فكرت بأن أنا بقى إيه؟ مبقاش إقليمي وأقعد هنا وأخد معي مرسعين أبقى أحط خدمة خضير المرسعين صحيح من هنا بقى قلت إيه؟ تسمي نفسك البرسعين خضير المرسعين إمتى اشتغلت أستاذ خضير في التليفزيون؟ اشتغلت سنة 64 سنة 64 و ده كان بالنسبة لك بقى مختلف تماماً أعلم تاني؟ أبقاش أنتي كتبت سينما قبلها كنت كتبت سينما؟ أقلام إسماعيل ياسين كنت كتبت منها كثيراً أبيشات لإسماعيل ياسين؟ أه إسماعيل ياسين و أجلت فتحة أجلت فتحة أول مطلقت و أنا فلما يصبت نفسها حول إلى إسماعيل ياسين؟ أول فيلم معروفة أول الطريقة تكتبون لها إسماعيل ياسين؟ وبعد كده اشتغلت في التلفزيون اشتغلت في التلفزيون التلفزيون هنا بقى الخطات دايما بيكرب الكتابة مظبوطة عشان الخطات يشوفها يعرف ان ده يعني ويمضي دايما انما التلفزيون حاوز انا هعامل الجماهية حتى درجتك في الكرة كنت بعمل كلمة الصراحة واحد قاعد اول ما تيجي الناس كنت هتفحك يعني لي الحاجات الحاجات التانية في التلفزيون برضو انا يعني بيجي اسمان عبد الحبز يقول لي عاوز المسلسل ليل الحلمية اروح اقول ورين هتنزل فين الاقي الاهل الحلمية خرجين بالحوسي كده ومهرجان روح تعملها ليالي حلمية عاملة مهرجانات كده صحيح والقرآن اللي كان بيجي في التلفزيون ومهرجانات كده الكرآن ده با بشكله جميل بس شكله حلم بس هم بسلما بيسلمني شريط على اللي أفرغوا ازاي هنعمى هنقول الشيخ اللي بدنا بيقول انتم في لوحة اشدوا خلقا في لوحة ايوه ما كانوا بيسلم صحيح صحيح ويرجع يقرر قبش وراه روح وراه روح وجمعه اللوحة بتتحط كده تتنطر فالوقتي شغلة غير دلوقتي الوقتي كده ترجع خالص خالص ايه اكتر حاجات شهيرة في التلفزيون انت بتعتز بيه انا بحتاز الحمد لله بكل حاجة عمالتها في التلفزيون بس هو من من عياب بتاع دي الحاجات بتاع القاهرة والناس اه انت كاتب القاهرة والناس برد وكاتب اغلبية حاجات محمد فاضل محمد فاضل كل مسلسلات اه وكل حاجات احمد تطاوي وحكاوي الأهاوي انا امني كاتم مقصود اوي ان انت كتبت وكتبت اساميهم كلهم يعني كتبت اسامي كل اللي بيشتغل طيب تعال انا استفيدوا ووريني مجدوه ممكن اعلمك كل اصف ساعة انا نجيبة العلم الطالبة اتقربني بس تعال اتقرب اشترك 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 اشترك